رياضيا أعلن اتحاد كرة اليد إلغاء مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره السلوفيني في دورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة في مدينة وهران الجزائرية وأشار اتحاد كرة اليد إلى أن إلغاء المباراة إرجاء لإصابة عدد من لعب سلوفينيا بفارس كورونا ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط وبذلك سيواجه المنتخب الوطني وصيف المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي